بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأميم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور والأيام وضاعف فيه الأجور والحسنات إن شهر رمضان هو شرف الزمان وهذا الشهر الفضيل له فضائل عدة فمن فضائل شهر رمضان أن الله عز وجل اختصه بفريضة الصيام والصيام هو ركن من أركان الإسلام قال الله عز وجل في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص الله عز وجل هذا الشهر الكريم بأن أنزل فيه القرآن قال ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن فضائل هذا الشهر الكريم أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطيم ومن فضائل شهر رمضان أن صيام هذا الشهر الكريم يعدل ثوابه صيام عشرة أشهر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله شهر رمضان هو موسم الحسنات وهو شهر تضاعف فيه الأجور والواجب على المسلم في هذا الشهر الكريم أن يستثمر شهر رمضان في تلاوة القرآن وأن يحقق الغاية من صيام شهر رمضان الغاية من صيام شهر رمضان هي التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ والتقوى بمفهوم بسيط هي أن يخشى الإنسان الله عز وجل ويخافه ويحذره أو أن يجعل بينه وبين النار وقاية وهي كما وضحها الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات مرة وعند الدرجة الأولى وقف وقال آمين ثم صعد الدرجة الثانية وعندها وقف وقال آمين ثم صعد الثالثة وعندها وقف وقال آمين وبعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابة فيقول لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم استوقفني جبريل عند الدرجة الأولى وقال لي بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين ثم قال لي عند الدرجة الثانية بعدا لمن أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجملة فقل آمين فقلت آمين ثم قال له في المرة الأخيرة بعدا لمن ذكرت أمامه ولم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين فخاب وخسر من دعا عليه أمين الوحي جبريل وأمن على دعائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ألو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر